موسيقى قال مصدر أحيط علما بسير المحادثات بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس إن البلدين توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ لنزع فاتيل حربهم التجارية الدائرة منذ 17 شهر وقال المصدر الاتفاق المكتوب ما زال قيد الصياعة لكنهم توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن وقال مصدران مطلعان على المفاوضات في وقت سابق إنه في مسعى لإبرام اتفاق تجارة مرحلة واحد عرض المفاوضون الأمريكيون تقليص الرسوم القائمة على البضاء الصينية 50% وتعليق رسوم جديدة تدخل حيث النفاذ يوم الأحد وتسببت حرب التجارة الأمريكية الصينية في إبطاء النمو العالمي وإضعاف أرباح الشركات واستثماراتها في أنحاء العالم ويعتقد خبراء التجارة أنه إذا لم يعلق الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جديدة فإن مسؤول بكينسا يفرضون رسوما إضافية على السلع الأمريكية وقد يجمدون المحادثات لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 22-2020 وتسري الرسوم المقرر فرضها في الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول على واردات صينية بنحو 160 مليار دولار تشمل أجهزة ألعاب الفيديو وشاشة الكمبيوتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر